احد اصدقائي فرمت جهازه بعد الفرمته طلب من عنده حساب جوجل مثل ما نعرف احنا بعد فرمته جهاز الاندرويد راح يطلب منك حساب الجوجل هو ناسي الاميال ماته اتصل بيه قال اتحداك تفتح الجهاز انا صار فترة تارك مجال الهواتف كنت اعمل بالصيانة وبالصورت ما الهواتف صار فترة مبتعد عن المجال قلت لان شاء الله افتح الجهاز اخذت الجهاز راح تبحثت حصلت هاي الاداة اللي من خلال هي قدرت افتح الجهاز مباشرة ربطت الجهاز بعد ما ربطت الجهاز سويت له remove frp ظهرت عندي رسالة يطلب من عندي افعل وضع التست مود فارجع بالنقال اسوي مكالمة طوارئ اضغط على الاتصال واكتب نجمة مربع صفر نجمة مربع بعد ما فعلت وضع التست مود بالهاتف اضغط already open test mode من الحاسب انتظر الحاسوب يرسل الامر للهاتف المفروض الهاتف من يستقبل الامر يظهر لي رسالة من خلالها راح افعل خيارات المطوري مثل ما نشوف امامنا فشلة العملية ما وصلت للرسالة اكو مشكلة رجعت سويت remove frp عدت العملية مرة الثانية وانتظرت مثل ما اتفقنا المفروض تجي لرسالة بالهاتف من خلالها راح افعل خيارات المطوري مثل ما نشوف كذلك فشلة العملية انا مباشرة رجعت من الهاتف اكو ملاحظة طانية بالبداية قال لي اذا ما اخذ هذا الرمز اكتب الرمز الثاني فارحت سويت لرموف اف ار بي من الحاسوب ومن الهاتف رحت لمكالمة الطوارئ وكتبت الرمز نجمة مربع نجمة مربع ثمانية ثمانية نجمة مربع نجمة مربع وبعدها كتبت الرمز نجمة مربع صفر نجمة مربع دخلت الوضع التست مود وضغطت من الحاسبة already open test mode وانتظرت التليفون ياخذ المفروض هسه توصل لرسالة الهاتف مثل ما اتفقني تمام اخذ الهاتف رح توصل لرسالة من خلالها راح افعل خيارات المطورين تمام وصلت الرسالة اضغط على اوكي وانتظر الجهاز بعدها راح يتخلي الاعدادات بعد ما يتخلي الاعدادات راح يزيل الـ FRB راح يسوي ريستارت الجهاز ينطفي وهسه اراكم شون فتح الجهاز هذا الجهاز امامني بعد ما اشتغل مباشرة اشتغل بهذا الوضع هاي السيم كارت وفتح الجهاز مثل ما شوفون امامكم رابط الادات تلقوني بالبايب واكتبلي بالتعليقات شنو الجهاز اللي قدرت تفتحها من خلال هاي الادات اتمنى لكم يوم سعيد تحياتي اشتركوا في القديم